الكاتب والمدرب والكابتن ميسم عادل ده رجل عراقي بقى ودي مصر ودي المغرب ودي الآل ودي الوداد فرأي عراقي بره الحدث من النحيتين نشوف ميسم عادل شاف ده ازاي ما حدث في نهائي دور أبطال أفريقيا هو فضيحة كروية ستلوث ما تبقى من دماء غير ملوثة للكرة الأفريقية ووصمة عار في جبينها ما حدث هو ليس السرق كما أشار البعض بل هو السطو ونهب لكل القيم وأخلاقيات كرة القدم العالمية المؤشرات والمعطيات كلها كانت تشير لأن الكأس الأفريقية الأغلى ستبقى في الدار البيضاء رغما عن الجميع طبعا التاريخ لن ينسى يوما هذه الحادثة المأساوية التي أودت بكرة أفريقيا إلى الحظيف أين الفيفا من هذه المهزلة وهو المظلة التي تخيم على الجميع أين المجتمع الرياضي العالمي والدول من الكاف ورجالاته ماذا يريد الكاف أن يوصل من رسالة للعالم بعد مباراة فضيحة القرن الأفريقي هذه وطبعا في هذا السياق رسالة أوجهها إلى السيد فوزي لخجع نائب رئيس الكاف وصاحب النفوذ في أفريقيا وفي الكرة المغربية تذكر فقط يا سيدي أن هناك أباطرة لم ولن تستطيع أن تصل إلى نفوذهم ومستواهم سقطوا من عروشهم وذهبوا إلى غير رجعة أين الحوت عيسى حياته أين الأخ طبوط الجزائري محمد راوة أين أحمد أحمد أصلا أين بلاتر أين بلاتيني صدقني يا أخ الكبير الذي أصبحت في نظري صغيرا بعد هذه الأحداث أنه سيأتي اليوم الذي ستندم فيه على مجنته يداك وارتكبته بحق لعبة كرة القدم وكل ما ساندوك والعتب كل العتب على رجالات الكرة المصرية الذين من وجهة نظري لم يقفوا وقفة رجل واحد أمام ظلم الكافل النادي الأهلي لكن في النهاية أقول أرفع راسك أنت أهلاوي ولولا هذا الرعب والخوف من شعار وتاريخ النادي الأهلي وقيمة الفاني للحمراء ما حصل كل هذا وسيعود النادي الأهلي أقوى بكثير وسيكتسح أفريقيا أستغفى الله العظيم يا رب ما فيش حاجة أسوأ من إحساسك بأنك مصاق إلى مكيدة ومحدش راضي يقف معك إحساس غهيب يعني الأسوأ منه أن إحنا جزء مننا يبتلع الطعم ويشارك في زي القصوة ويسكت على السرقة على فكرة هي سرقة ومش إحنا اللي قلنا كده ولا نقاض الرياضين ده الإعلام الكبير تامر أمين نشوفه بفعل فعل أول فاعل هو الاتحاد الأفريقي قولا واحدا والأهلي خسر البطولة من يناير مش مبارح العقل والمنطق كان بيقول مبارح قبل بداية المباراة إن الأهلي غالبا حيخسر ليه؟ للي حصل طول الشهور اللي فات إحنا خسرنا من ساعة ما الفاكسي استخبى الفاكسي بتاع الاتحاد الأفريقي استخبى في الدرج من قبل مسؤولين في الاتحاد المصر لكرة القدم الذين لا بد وأن يحاسبوا وخسرنا من ساعة ما الاتحاد الأفريقي قرر قرر إنه يعوض الوداد عن البطولة اللي تسرقت منه 2019 في مبارحة الترجي الشهيرة بسبب تعطل الفار وخسرنا بسبب إن إحنا اتهجرنا من الاتحاد الأفريقي كمصريين ولازم إحنا نشتغل ونحفظ على حقوقنا ونقول للفاسد أنت فاسد وما نرضاش إلا بالحق طيب الحياة تامر أمين قال لك اللي حصل ده حصل من يناير ونعايز أقول لكم أنه توالي الأحداث وتدعيها الفترة اللي فاتت وده يمكن المهانسة عدلي صارحني بيه بره الهوى من أسبوع أو أكتر قبل المباراة تقريبا سيناريو قريب جدا من تفصيلة الأحداث سواء بالضغط اللي حاصل أو مشكلة الجماهير أو مشاكل الصفر أو الفيلم اللي بتعمل هناك أو المضايقات أو التحكيم صدقوني يعني كل ما أسأله إحساسك إيه لا مش متطمن قلبي مش متطوعني الدنيا فيها حاجة في حلقة مفقودة في حاجة بتتطبخ في حاجة بتتعمل أنا خاف على الفريق أنا خاف على المباراة عايزة لكم تقريبا تكونتش أمامها ما هو أصلي يعني كل المعطيات وزي ما تامر أمين بقى بيقولك افتكروا في يناير عملوا إيه الأهلي عدة منها هي عملية عرقلة وافق عليها الاتحاد الدولي بتخطيط من الاتحاد الإفريقي ها بدعم من الاتحاد المصري بدعم من الاتحاد المصري أيوة طيب والدعم كان في البطولة المحلية ضد الأهلي والدعم كان في المشوار الإفريقي ضد الأهلي الرب حاولت إلى حد ما تنصف إن أجلت لك ماتشستر لا يعني قابل المتشط الإخصائية أمام الرجاء وأمام عشان تغسل إيه ده بس عملت ده للمصر والبرامدز الحية ما عملت لكل الأندية أنا بقولك حاولت إنها تساعد لكن ما كان ما هكذا تورد الإيرفر يا أستاذ براي المثل الحلو بتاعك ده اللي عايز يعمل حاجة بيعملها أنت عايز فيكتور جوميز يا سلام أجيب لك فيكتور جوميز عيني 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 بس عمل قابليها إيه بقى أمين عمر ابننا عمل إيه في شباب بولوزداد ها فار يجيوا ضربت جزاء لشباب بولوزداد يا بتاع الفساد ها ولا أستثني أحد عمل إيه ضيع شباب بولوزداد صعد الوداد والسنة اللي فاتت نفس الشيء نفس الشيء